في المناسبة كانت حصلت نقاش حد شوية ما بين دونجا وما بين فريرة من حوالي أسبوعين على نفس النقطة هو كان بيحاولي يدور على ضلته في اللعبة اللي هيلعب جنب إمام عشور دابل إيت وحاول ده مع دونجا دونجا مش قادر فدونجا قال له أنا مش قادر أعمل ده ومش هعرف أعمل ده وحصل وبعدين القصة بقت أفضل شوية وتفاهم الراجل فريرة بعد محاولات من اللعب أكتر من مرة إنه أنا مش هقدر أدي الدور ده فرجع دونجا وظهر بشكل ممتاز ليه يا كريم دونجا أفضل صفقة أبرامها الزمالك حتى الآن رغب إنه بدأ الموسم مصاب لإنه دونجا بيلعب في مكانه فدايما اللعيب خاصة لوكوليتي بتاعته جيدة تلعبه في مكانه يظهر بالشكل ده لشان كده ما فيش سخط من جمهور الزمالك على دونجا رغم إن النهاردة الزمالك إجمال لقدم مباراة سيئة إلى إن دونجا قد مباراة جيدة كالعادة في المباراة اللي لعبها في المباراة الأخيرة رغم إن الزمالك ككل عنده مشكلة كبيرة جدا لما تيجي تبص على سر المباراة كريم وتيجي تبص على النهاردة توديع الكاس وقبلها الزمالك بيفشل في الفوز من وقت مباراة أسوان انتبه عزيزي الزمالكاوي السيارة ترجع إلى الخلف منذ فترة